بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشفر خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالثة الابتدائي طلاب مدرستنا الجميلة مدرسة الكنانة حبينا نرحب بكم في لقاءنا النهار ده وحنتكلم إن شاء الله عن الألف اللينة زي ما كتير مننا طلب الألف اللينة يا مستر وبلاء النفاة صعوبة فحنبدأ إنه هذا نتكلم إن شاء الله عن الألف اللينة وقلنا يعني إيه ألف اللينة تكلمنا على الألف اللينة قبل كذا وقلنا إن هي growth عبارة عن الف مد عبارة عن ألف إيه مد وبتيجي في نهاية الكلمة بتأتي في نهاية الكلمة وما قبلها دائما مفتوح قلنا هي بتنطق إيه ألف وتكتب على شكلين ممكن تكتب على ألف قائمة زي ما احنا شايفين في الصورة وممكن تكتب على يقبطة من غير نقاط من غير إيه نقاط قلنا بتيجي لألف اللينة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف اللي عندنا إن شاء الله ماشي أو الخطأ اللي بيجي عندنا دايما إن إحنا دايما بنضع نقطتين ماشي تحت الألف اللينة زي ما نكتب مثلا كلمة على كلمة على لو أنا حطيت نقطتين تبقى علي تبقى خطأ تمام وما الأعمل يا مستر أعرف دايما طالما ألف لينة ما ينفعش إن أنا أضع نقطتين تحتها طب زي كلمة إيه زي كلمة مثلا قضى أو سعى وغيرها من الكلمات زي كلمة إلى زي كلمة مستشفى إلى غيره طب يا مستر طب عايزين أمثل على الكلام ده قلنا أمثلة زي كلمة إيه زي كلمة سعى وقضى وراء وسمى ونمى دعا إلى متى على ندى هدى شبا طب إيه كمان يا مستر قلنا الألف اللينة دي ماشي بتتكتب على شكلين إيه هم الشكلين دول قلنا هي إما بتتكتب على ألف قائمة نكتب على إيه على ألف قائمة زي كلمة سمى زي كلمة دعا زي كلمة راجع زي كلمة نمى زي كلمة صفى زي كلمة صحى طب يا مستر ممكن تكتب على إيه قال لك ممكن تكتب على إيه بطة بس من غير إيه نقط زي كلمة إيه قلنا زي كلمة رقى وزي كلمة ساعة وكلمة قضى وكلمة جرى وكلمة ساقة طب إيه كمان طب أنا مش عارف يا مستر طب إمتى أكتب الأفعال ماشي الأفعال بتاعتنا إمتى أكتبها بالألف وإمتى أكتبها بالياء بطة من غير نقط لكن مستر الحاجة اللي هنا عندنا هي الفعل الماضي إزاي أكتب الفعل الماضي سواء هي أكتبها على ياء أكتب الألف اللي ينا ياء ولا أكتبها ألف عادية طب أعمل إيه قال لك أول حاجة هنتكلم عن الألف طب إيه الأمثلة قلنا زي كلمة صحة زي كلمة دعا زي كلمة عدا زي كلمة قصة إلى غيره من الكلمات طب أعمل إيه علشان أعرف إن ألف دي هي ألف ولا يا قال لك الألف دي لما تجيب المضارع منها فالألف دي بتتحول إلى وو فقل مثلا من المضارع صحة يصحو هلي بتقلوه دعا يدعو عدا يعدو قصة يقصو طب إيه كمان يا مستر قال لنا إحنا عندنا ضمير ماشي بيجي في نهاية الفعل تمام بيسوي كلمة أنا لما جاء أتكلم عن نفسي ما ينفهش أقول قرأ أنا أم أقول إيه أقول قرأتو فبحط إيه يا مستر بضع تاء مضمومة والحرف اللي قبلها بحط على سكون طب لما أنا أجي أجيب الفعل الماضي اللي نهايته تاء دي اللي نسميها تاء الفعل اللي هي بتساوي كلمة أنا وبتيجي في نهاية الفعل قال لك المستر برضو هتتحول الألف إلى وو فقل صحة تبقى صحو بقيت وو بقيت وو دعا دعا دعاو تو عدا عدا عداو تو قاسا قاساو تو إلى غيرها معنى كده إن إحنا الألف في الماضي الألف اللي نهاية تكذب على ألف قائمة في الماضي لما أجيب الفعل المضارع بيتحول إلى وو طب يا مستر طب لو هي أخرها ألف لينة أو أخرها ياء زي كلمة إيه زي كلمة مثلا سقا زي كلمة رمى زي كلمة قضى زي كلمة شافى طب أعمل إيه قال لك الماضي بتاحها هيتحول إلى ياء فأقول سقا ساقي لأ سقا يسقا أو يسقي رمى يرمي قضى يقضي شافى يشفي طب لما أحط تاق الفاعل اللي هي بتساوي كلمة أنا فأقول إزاي لما أجيب تكلم عن نفسي هاقول إيه هاقول ساقي تو رمي تو قضي تو شافي تو معنى كده إن إحنا لما نيجي نحاول للألف اللي هي بتكذب على ياء من غير نقط ماشي بتحولها في المضارع إلى ياء ولما حط تاق الفاعل برضو بتتقسم إلى إيه إلى ياء أو بتتحول إلى إيه ياء أما الألف القائمة اللي هي الألف المادة العادية لما بتيجي في نهاية الفاعل الماضي لما أجي بجي المضارع فهي بتتحول إلى واو وده شرح بسيط جدا للألف اللي خاص بالفاعل الماضي عشان ما نقدرش يعني عشان ما نتلغبطش بعد كده فأي اختبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي ألف ولا يا قال لك الألف دي لما تجيب المضارع منها فالألف دي بتتحول إلى واو فقل مثلا من المضارع صحة يصحو هلي بتقلوا دعا يدعو عدا يعدو قطع يقصو طب ايه كمان يا مستر قال لنا احنا عندنا ضمير ماشي بيجي في نهاية الفعل تمام بيسوي كلمة أنا لما جاء أتكلم عن نفسي ما ينفعش أقول قرأ أنا أم أقول ايه أقول قرأتو فبحط ايه يا مستر بضع تا مضمومة والحرف اللي قبلها بحط على سكون طب لما أنا أجي أجيب الفعل الماضي اللي نهايته تا دي اللي هي بتسميها تا الفاعل اللي هي بتساوي كلمة أنا وبتيجي في نهاية الفاعل قال لك يا مستر هتتقص برضو هتتحول الألف إلى واو فقل صحة تبقى صحة تو بقت واو دعا دعاو تو عدا عدا عداو تو قاسا قاسا تو إلى غيرها معنى كده إن إحنا الألف في الماضي الألف اللي يناتكذب على ألف قائمة في الماضي لما أجيب أجيب الفعل المضارع بيتحول إلى واو طب يا مستر طب لو هي أخيرها ألف لينة أو أخيرها يا زي كلمة إيه زي كلمة مثلا سقا زي كلمة رمى زي كلمة قضى زي كلمة شافى طب أعمل إيه قال لك الماضي بتاحها هيتحول إلى يا فقل سقا ساقي لا سقا يسقا أو يسقي رمى يرمي قضى يقضي شافى يشفي طب لما حط تاقل فاعل اللي هي بتساوي كلمة أنا فأقول إزاي لما أجيب أتكلم عن نفسي هاقول إيه هاقول ساقي تو رمى تو قضى تو شافى تو معنى كده إن إحنا لما نيجي نحاول الألف اللي هي بتكدب على يا من غير نقط ماشي بتحولها في المضارع إلى يا ولما حط تاق الفاعل برضو بتتقسم إلى إيه إلى يا أو بتتحول إلى إيه يا أما الألف القائمة اللي هي الألف المادة العادية لما بتيجي في نهاية الفاعل الماضي لما يجي بجي المضارع فهي بتتحول إلى واو وده شرح بسيط جدا للألف اللينة خاص بالفاعل الماضي عشان ما نقدرش يعني عشان ما نتلغبتش بعد كده في أي اختبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته